اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الوضع المأساوي الذي يعيشها ابناؤنا وبناتنا وجدنا انفسنا مجبارين على الخروج الى الشارع لمطالبة حقنا امام صاحب طون رهيب للحكومة وسيد الوزير مطالبنا واضحة وضوح الشمس اولا نرفض رفضا بات الحلول الترقيعية فابناؤنا لسنا فئران للتجارب حتى تأتون بعمر اوراج او تأتون بالطلبة بدون تكوين ولا نظام بلا غزي يضمن لهؤلاء التلامي والتنمينات التعليم جيد نساء سيد الوزير الذي يبحث دائما على الحلول الترقيعية لابنائنا وبناتنا فكل الاحصائية التي يخرج بها هو وفي نموذجه التنموي قال اننا نتدير الترتيب على المؤسسة المدرسة العمومية هذا بالاستاذ الذي اخذ المكون الذي درس في هذه المدرسة العمومية لثلاثين سنة فكيف لعمال اوراج او للطلبة ان يعودون هذا الزمن المدرسي المهدور نحن لا نقبل اي حل ترقيعي نحن لا نقبل لابنائنا ان يكونوا مكدسين في حجرات باربعين ترميد وخمسة واربعين ترميد نحن نطالب بتنزيل كل مقتضيات قالوا الاطعة سبعتاش وهاد وخمسين نحن نطالب بتنزيل كل خطاب مضام الخطابات السامية لجنالة الملك منذ اعتلاء عرش عرش اسلاف الميامين منذ السنة الى يومنا هذا نحن نطالب بحقنا الدستوري الفاس واحد وتلاتين الفاس اتنين وتلاتين الفاس تلات وتلاتين الذي ينهص على التعليم الاساسي حقا دستوري لكل ابناء الشاب بدون على قدم مساواة وبتكافؤ النقطة الاخيرة نحن نرفض كل الحلول الترقائية التي يتم عقدها في الغرف المظلمة مع ما يتلق عليهم مجازا تمتليات ابا والامهات فهذه الجمعية هي مجرد آلية من آلية الدكور هذه الجمعية هي آلية من آلية السباغة رهنة اشارة مدراء المؤسسة لا تدافع عن حق الترميل في التعليم ونحن كرائي جمعية ابا وامهات واولياء التلاميذ سيد المدر الإقليمي وكل رؤساء المصارح هنا يعرفونني بالأس قدمت استقالتي احتجاجا على هذا الوضع المأساوي الذي يتعرض علي التلاميذ وترميل التعليم العمومي والسلام عليكم اولا كشكركم للتوجود لكم امام نيابة انا بصفتي ام ونيابة عن جميع الامهات ديال مدينة تطوان كان اهضار نيابة عليهم كاملين هذا الوضع اللي وصلنا لله سيد الوزير احنا ما بغيناش كيف يعقال تلميذ ضايع في الزناقي ما كيلتحقش بالدراسة دياله كيمشي وكيرجعوا هادشي احنا ما قابليناش احنا بغين اسيد الوزير اعملنا حل بغين اسيد الوزير يلسفتلينا احنا كمواطنين دراوش احنا مهضرنا لعلة غلاء المعيشة لعلة بتاطا لعلة مطيشة لعلة دجاج اللي بـ 22 درهام لعلة بحورة اللي فيهم سردين 30 درهام احنا مهضرناش على هادشي هادايا احنا كنهضروا على التلميذ بغينا غل حق ديال التلميذ واش هاد الطفل هادا الهمشناه راه التعليم هو اساس اي اي مهنة اي مجل مشي تيلو خصك تكون واعي كهذا المعلم وان يكون رسوله هادي احنا كنعرفوها اللي بغينا هو المعلم ينظر لنا بواحد النظرات ديال الرحمة احنا ما بغيناش لما يضيقوا يطلعوا خاوين راه الجيل هادا تبارك الله واعي وكي يعرف وعارف شنه ضاير وكي يسمع راه سمعنا البارح اطفال اقسم بالله العالي العظيم احنا في وقفة واطفال في عمر عشر سنين كيقولوا كيوجدوا الحرقة راه كيف هي وعقال طفل عشر سنين كيفكر في الحرقة طفل عشر سنين كيفكر انه يمشي هاجر وكي عن طريق بليوناش وعن طريق بزاف ديال الاماك راه هاتشياد احنا ما قابليناش بغينا وزير التعليم انظر لنا بالنظر ديال الرحمة ويشوف في حال ديال الامهات وفي حال ديال هاد الاطفال هادو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الحبرة والكفاءة المهنية وما الزلح ندعم لدنا بالدعم ونجيبهم ندعم دهم نسويع ونقررهم عد سنا غتجيب لي طالب طالب مش ضد الطالب الله يعاون الله يسهل عليه ولكن بغينا على الآساتيلي تتحقوا بالأقسم ديالهم هذا هو المطلب ديالنا. شكرا. ترجمة نانسي قنقر